إنهم في طريقهم إلى المواقع التي كانت تقصف منها مدينته إلى المرتفعات التي شاهدوا فيها اشتعال النار قبل أن تحرق المباني وتقتل الساكنين لكنها الآن مكان للتنزه ورؤية مدينة عدن بصورة مكتملة ومختلفة مكان لتصف حمياض المدينة ورؤية حاضرها وهي تحاول الوصول إلى الأمان مجموعة من شباب المدينة حملوا أمتعتهم البسيطة وأسرعوا نحو قمم جبال شمسان لقد كانت من المناطق المحرم زيارتها والممنوعة من الوصول إليها كانت دائما في الأعلى ينظر إليها ولا ينظر منها لكنها اليوم وقد أتيحت أمامهم تصبح مكانا لمطالعة ما يفوق المئتي عام وتحديدا لفترة الاستعمار البريطاني فهنا أقيمت حواجز مائية لتغذية المدينة وقد تمكنوا من رؤيتها للمرة الأولى وإن كانت مهملة بفعل انشغال المدينة بصراعات تؤجل التنمية دائما لقد عادوا من رحلة أعادوا وفقا لها النظر والتفكير في مدينتهم التي تحتاج إلى جبالها كما تحتاج إلى السهول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر